أنا ودي أعطيكم رقم غير الرقم ذا بس ما لا داعي يعني هذا هو الشيء شكرا ثاني شيء يا أبو أسامة واحدة سبيعية أو جوسرية معلش في توك توك قالت في اللايف لو لا الله ما حدني على هالظروف ولا ما فتحت لايف أو ما فتحت بث طيب هذه المرأة لو لا حاجة ما فتحت لأي طيب من يعاونها في البلد أي خلنا عطيني بس فرصة أقول لك هذا الأمر هذا شوف من يعاونها نحن عندنا في المجتمع في الجزيرة العربية يمنع الناس اليوم أن تكفل بعض وتتعاون مع بعض يمنعها أمرين الأمر الأول أن الدولة سنت نظام أن تبي تتبرع تروح تحطها في جمعية أحسان هذه نقطة طيب تتبرع في الشارع تعطي فلوسة واحد أصبحت بالقضايا دعم الإرهاب فلذلك الناس أصبحت تخاف الأمر الثالث الآن وهو السائد لأن الناس أفلست ما عنده فلوس هي ما هي مكتفية حتى تساعد الناس أو تساعد الأيتام أو يساعد حتى أخوه الناس خلال جوفوا في الجيوب في ناس الآن اللي عندها أرضين جاسب يعرض أو اللي عندها يعني المزرع يبيع المزرع ويكتفي بالبيت الناس بدت يعني بغانهم سنتين أو ثلاث سنوات يكونوا خلاص عرضة للإخراج بالمنازل وخاصة أنه أغلب الناس بالمناسبة جاسين بالإيجار فلذلك قضية التكافر أصبحت ملغية الآن ولذلك هذا بكل أسف يعني القيم القيم التعاون والتآذر والتضعية والكرم هذه خلاص قبع عليها النظام السعودي قبل مئة سنة لم نكن مثل هذه الطريقة قبل مئة سنة إذا أتى الطارق أو الضيف حتى الرجل إذا كان في السوق أو في المرعة يعني يضيف من قبل أهل الدار من الأمهات الجدات المهم النساء يضيفون الرجال ثم تروح يتذبح طبعا ما كان في مطاعم ولا فنعدك طبعا فتروح يعني تجهز الغداء تذبح يعني الذبيحة إلى أن يأتي الرجل البيت فهذا شوف كيف الكرم كان في كرم يعني هذا عاداته الناس وأطباحهم الآن لا الآن الناس ما فيه قضية هذه أثرت اجتماعية ترى على كثير من الناس ما يقدر يصرف على أبوه ما يقدر يهدي زوجته ما يقدر يعني يتواصل مع أخواته الناس مو كل الناس صار يوزعوا العيديات الآن اللي كان يوزعي دي مئة ريال قبل عشر سنين حين يمكن يوزعي ريال ولا يروح ينام في النهار العين ولا يقول أنا مسافر أصبحت الناس تتجنب المناسبات الاجتماعية حتى لنعاجز عن اللفاء باستحققاتها ومكانتها الاجتماعية فهذا أثر كسر الناس الناس اجتماعية ترى بكسوريين تغيرت العادات والتقاليد في قضية صارت بالمناسبة قبل شهرين واحدة من المشهورات تكلمت في قضية معينة كذا خالفت يعني على أساس نظام الدولة فوقفت ونعني في طور المحاكمة وممكن تجزن خمس سنوات قبل سبوع طلعت الأم أنا توقعت أن تطلع الأم وتناشد خادم الحرمين يطلق صراحة بنتها فطلعت وقالت رهف الله يعني إن شاء الله يعني قلت الاسم لا أولا لا قواتها المهم قالت فلانا في السجن لكن أنا لكن أختها موجودة والأختها موجودة جنب يعني تحس أنك في ملعب كرة قدم يعني أصيبت هذيك وراحت أن تتعالج وهذه جاسة تصخل وتبي تنزل الملعب فهي تقول لهم يعني إن شاء الله بتمسك شغلة أختها يعني هذا الأختها تعرف بنتها عرفت كيف هذا هو الحطاب هذا الخاطر الآن وهذا السؤالك بالمناسبة إنه وشي ما قدرنا بأكم الفضل طبعا أو سوء الأخلاق والتربية بصراحة يعني تعاكل القيم هذا مسألة خطيرة لكن القيم بالمناسبة تعاكلت لنقول يعني من دخول اليوم الأول لدخول الخادمات وكذلك انتشار مهنة السائقين بحيث تجد أسرة فيها أربع بنات وفيها أربع شبان لا البنات يستغلون في البيت ولا الأولاد يبرون أبوهم أو أمهم وصلون إلى مستشفيات أو يقوم بالقاجد فتدخل على الأسرة هذه الخادمة الخادمة طبعا ما هي حرمية تشتغل بكد يعني بذراعها لكن الإشكالية الآن وش الخادمات اللي يجبون لك ممكن يجبون لك هندوسية ممكن يجبون لك واحدة من نيبال ممكن واحدة ما تتكلم لا عربي ولا إنجليزي ممكن يجبون لك واحدة أصلا عاشها يعني في مكان غير حضري أصلا يعني بحيث أنه ما تستطيع تعيش في مدينة فالمهم عشوائيات ثم هذا اللي هم يربون للأسف هذا الجيل يعني نشاهد بين فترة وفترة يعني يقول لك والله صار عندنا جنس ثالث والله صار عندنا مثلا ناس ما تستحي هي تربية خادمات وش تتوقع يعني فهذا من المشكلات اللي بدأ المجتمع ينحل لأنه ما استطاع يتأقلم مع الطفرة المالية يعني جاءت شوية فلوس بدأوا يتفاخرون الزواج ولا شيء ممكن يكلف خمسين ألف لا هي تدفع بغلاء مكان ثلاثمائة أربعمائة ألف تتحمل ديون يعني حتى حتى استخدام الأموال ما عرفوا يستخدمون الآن الأمور أصبحت بالسالب أو فيه نقص في الأموال ما عرفين كيف يتدبرون أمورهم فبكل أسف يعني الأسر جتهم صدمة الثراء التصاعدي أو الثراء الكبير بالذلك بعد عام ثمانين فترة الطفرة وبعد على وقت سلمان دخلوا في فترة النكبة أو فترة الإفلاس والناس ضائعة لكن حتى هذا الأمر ترى يقاس في حالة التدين لأنه في فترة الثمانينات كان في الصحوة فالدولة أعطت يعني أفسحت المجال لأعمال الدعوة فانتشرت الصحوة وانتشار كبير لكن بمسحة تشدد الآن مع وجود بن سلمان من عام بعد وفاة عبدالله في حرب على حالة التدين أو المتدينين وفي انتقالة كبيرة الليبرالية نحو التحرر فالشعب ترى مدووش الشعب مام دا يتنفس يعني من التشدد إلى التحلل ومن الغناء الفاحش إلى الفقر المطقع مصيبة من المصائب جالسة عيشة الشعب طيب فين الرموز فين الشخصيات فين الناس اللي ممكن يعني ترشد المجتمع فين وفين وفين ما حد يقدر أبو سامة أقاطعك شوي بس الأميرات اللي كانوا يتكلمون يقولوا لحنا ندعم النساء عندهم جمعيات زي بنت الملك خالد في تصريح لها وينكم الآن من بعد خالد دفلته طرح طرح في كذا يعني في كذا تاجر في مدينة جدة مثلا يعني مؤكد أنه محمد عبد يمان طبعا أنه كان وزير الإعلام السابق بس ترهو مليار دير تاجر أيضا هذا كان متخصص في الأيتام أيتام مدينة جدة وخارد جدة كان متخصص فيهم أيضا فيه أحد التجار أيضا في جدة لا أذكر اسمه كان متخصص أيضا بالأرامل وكان حريص على تعجير لهم مساكن أو حتى بناء لهم مساكن أو شراء طبعا لهم مساكن وكذلك الأمراء في الرياض أو الأميرات ممكن يعني بالذات من يرق لهم أو الناس العاطفيين أو فيهم رحمة وشفقة لكن هذا مو من أعمالهم هذه من أعمال المجتمع لكن المفترض قبل المجتمع يوقنوا الحقوقهم في بيت المال ليه؟ لأن إذا أخذوا من بيت المال فهذا حقهم الشرعي إذا أخذوا من المعسنين فهذا يا أخي صدق أو يعني يعني فيه شيء من الإذلال لهم يا أخي أعطهم حقهم فلذلك قد يعني يشعر يعني يشعر بعض الأميرات الأحسن أو من يكفل يعني هذه الفئات الضعيفة يعني يشعر ما يكون أعمالهم خالص لوجه الأسبحات لكن فيه أيضا فيه ناس تستمتع في قضية صرف الشرعات للفقراء يستلدون بالطوابير مثل الوليج بن طلال مثلا نجيب لك قنوات فرنسية وقنوات غربية وعنده طابور يا أخي لا يقر عن 300 أو 400 400 شخص وأنا أذكر شخص كان يعني فيه فترة من الفترات صادف أنه استدعي شو بتخيل يعني من ضمن قوات الطوارئ ويقول بلنا نحن جالسين في أحد المدن فاستدعينا لأمر طالئ مخيم أمير فيه مشكلة صارت يعني فرحنا هو عادة المفروض يروح إذا فيه فيه عملية يعني يعني أخرب حراسة نوشعات أمر فيه خلال للدولة راحين مخيم عند المراهة والمخيم فترح للمخيم الوليد بن طلان المخيم الوليد بن طلان سنة من السنوات خيم بالقرب من حفر الباطل يعني انتشر هذا الخبر فجو طوابير طوابير من الحول المنطقة وليس من حفر الباطل الوحدة يعني فوصل العدد يعني أكثر من 500 وليحتاجون ليرتبهم لأنه عنده يمكن سيارة ودورية أو حاجة بسيطة والأخوي إذا كانوا 20-30 وشي بيسوون تكلمت على 500 والرجاء جارسوا بخيمة المهم فجاءت للقوات يعني قوات الطوارئ يقول استعدنا بالرجال المرور أخذناهم اللي على الطريق وأخذنا حق للدفاع المدني يقول أي موظف حكومي صار فيها مثل الاستنفار لأنه ممكن يعني المهم فبس أساسي نظمون يقول لهم جينا نظب لهم يوم جاء الغروب خلاص غربت الشمس قلنا لهم تعالوا بكرا اليوم الثاني يرافق فالمهم مهزل الأمراء ذولي سارقين فلوس ويستمتعون في إذلال الناس بهذه الطوابير فموقف الخضية يعني هو لوله يعني يعمل لوجه الله بس مش بالمال مسروف لو كان من عرق جمينا نقول لهم إذا كان الله خير بعدها لا تصور لكن جالس الشرق أمور أمور مسروقة وحق المواطن في بيت المال المسلمين أو في مال نعم وحقوق الشرعية المالية منهوبة فهنا نصنع أبطال نصنع بنت الملك خالد يقول أننا محسنين كبار أو نصنع الوليد وعلى على الوليد رجل خير ألمين ما ينفع لأكل الأسف إننا أشتغل من نعطاني خلاص هذه مجرد أبو سامة أيام المراهقة بالعمر يمكن تقريبا 18 10 يعني 18 18 20 18 وكان واحد من أصحابي واحد من فيصل فيصل بن بن سعود بن عبد الرحمن جاء قال لي إحنا جلسين جلسين كده جلسة قال وديك تشوف الناس والله يا أبو قال لي وديك تشوف الناس شون نشوف الناس إحنا جلسين في ملحن قال تشوف الناس الضعوف يحول والله العظيم إنهم يضيقون الصدر قلت وين قال مشينا ورحنا لبيت أبوه في رمضان إحنا الكلم في رمضان يوم لقيت كده إسرى إسرى قال تعال 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 شوف الحريم وشوف الرجال شون يشحذون والله العظيم من يسول لي هالكلام وهو يضحك يقول مدري ليش يشحذون هو يقول ليش يشحذون صحيح صحيح وأنا مستغرب أنا وتعرف أبوه جالس بجنبه ونجال فقال لي شو رايق تعطيها 500 الحرمة أساس يتصدق المشكلة بشعور المواطن أنه يعني هذا رجل محسن ما يشعر الرجل أو في قرارة نفسه أنه أمواله منهوبة وهو مسروب وهو ضحية للأسف هذا الشعور موجود فخلينا أخذ نقطة نقطة الخامسة وهي قضية المصاريب طبعا أنا ذكرت بحسب حصائية أو بحسب تقديرات الانتصاديين المعتبرين أو ما نشر في الصحافة السعودية وأذن له يقدرون 16 ألف هذا حد الكرامة في مدينة الرياض فلذلك لو قسمنا الآن الإيجار وقيمة الخروف فصل الآن قيمة أو فاتورة الكهرب أو الغاز أو الإيجار اللي ما عنده طبعا الإيجار كيف ارتفعت مصاريف الزوجة الأولاد المدارس السيارة قديمة صيانة إذا جديدة أقصار الوقود بقية مفترض يكون رجل كبير في السن أفترض يكون جد طبعا إذا جاك الحفيد واش تريد تعطي هدية تعطي حلوة تأخذ معك تندي سوء جاء العيد عندك بلات من الزوجين عندك أخوات كبيرات في السن عندك جدات على أمك واش تريد تسوي مشكلة هذه هذه أزمة اجتماعية هذا تحاب الناس صارت فقراء لذلك المتقاعد وصل إلى مرحلة الفقر الغدائي معدو المتقاعد بدل ما يروح باريس ولا يسافر يعني يروح أي دولة آسيوية أو أسباكستان ولا جورجيا يغير صار يروح حبها ما يقدر يطلع من المدينة أصلا ما يقدر يطلع من السكن اللي هو فيه أغلب المتقاعدين ما فيه وإن كان ولا بد ممكن يتحاشرون بسيارة أو لباس واحد حتى يروح إلى أي مكان الوضع تغير طبعا وإن كان رابد ممكن بالسنتين متى السنوات يمكن يسافر وإذا ما يمنع يسافرون بس يقطون يعني كانوا رحلة ما هي برحلة عائلية يعني كان صارت رحلة شباب طبعا من الأمور الظالمة في هذا الأمر إن دولة مثل الكويت مثلنا أو دول الكثيرة بالمناسبة تكتفي بفترة الخدمة 25 سنة حتى يعطونك الراتب كامل أو 20 سنة في السعودية يقولك 40 سنة طب إذا هو تبظف وعمره 25 بعدين يتقاعد بخمسة يعني إلا يشتغل عندكم 4 سنة يصير 65 طب سن التقاعد 60 إذن يقينا ما في أحد يبي ياخذ يعني الراتب كامل واليوم في عطال عندك وإذا الشاب يشتغل في سن 28 في سن 30 مستحيل يتم الأربعين فإذن هذا الشرط تعجيزي ولا يستفت المتقاعدين في هذا النظام لأن هذه فلوسهم المتقاعدين يقتطع منهم 9% من رواتبهم ويتحكم فيهم موظف من موظفي الدولة اللي هو المدير العام لموسى التقاعد نعطي شوي قليل نمنع نوقف ياخي فلوسة يدرونها إدارة جيدة والمتقاعدين يكون لهم ممثلين في من لس الإدارة يراقبون ويحاسبون أو ياخي ما يشير تضعون عليهم وظفي للدولة سيد محمد ملاشي المقاطع هي 10% صحيح 9% للتأمينات واحد في المئة اللي هي ساند ساند طبعا اللي ما منه أي فائد سبحان الله تطلع من الوظيفة سواء مفصول سواء عليك مشكلة يقول لك الموضوع ما يشمل كيف ما يشمل لي لازم يكون فصل تعسبي القوانين هم حطين عشان ما يعطيك الواحد في المئة فما بالك بعض المتقاعدين يعني قلبه طيب يستنون العول للتسعة في المئة هذه إذا هو طلع بنفسه وتكلم قال المتقاعدين ما يموتون قضية الموت ترى هذه مهمة جدا لأنه لم يراعوا أي إنسانية في مثل هذا التصريح بل في التقارير يذكرون يقول لك من المعضلات ومن التحديات اللي نواجهها إن المتقاعدين ما يموتون يقول بعضهم من العشر سنوات في التقاعد حسب الله عليهم يا أخي وإن الإنسانية يعني رجال حطوا فلوسة عندكم تستثمرونها وثم تحفظونها وتصرفون عليه الحين تجون يقول الله ما مات لأنهم يقول لك ليش أننا مجلسين نربح ليش مجلسين نعطيهم زيادة في الرواتب يقول ما يموتون سبحان الله يا أخي شو المنطقة هذا موجود في التقارير يعني مو تصريح واحد لأن العام ترى خرج نائب مؤسسة للتقاعد وتكنم بهذا المعنى والناس زعلوا عليه لكن أنا وجدت بالتقارير موجود من ضمن التحديات لأن في التحديات عندهم كذا تحدي من ضمن التحديات يقول لك عوائد الاستثمار ضعيفة جدا يعني هم عندهم 800 مليار وعوائدها 3% بشكل سنوي ما عندهم جاهز يستثمر المشكلة الآن أغلب استثماراتهم مشترين أراضي مسروقة من أمره ومحتكرينها وجايشين بهذا الاستثمار يغدون أزمة الإسكرام في البلد هذا موشة التقاعد سووا مصانع وصدروا البضايع ما عندهم النقطة الثانية الضمان الاجتماعي عنده أيضا مليارات ولكن أرباح المؤسسة ضد الضمان تصل إلى 7% طبعا الآن هذه مؤسسة تربح 7% وهذه 3% يخي فيه واحد غلطان هذا اللي جالس ما يربح شي له فالمهم يعني ترى الخضية يعني للأسف فيه تعسف فيه إعطاء الناس حقوقها يعني والأمور طبعا كتيرة لكن التحديات الحقيقية هي التضخم وارتفاع الأسعار المتقاعدين ما لهم علاقة هذا عمل الدولة كذلك ربط العملة بالدولار يعني تيجي مثلا واحد يبي يشتري السيارة يجي اليوم تطلع بـ 200 ألف طيب هي قبل شهرين كانت بـ 100 ألف كيف صارت الآن 200 يقول لك 20% جمرك 15% ضريبة قيمة مضافة هذا صار الآن 35 ألف ثم العملة والدولار تتصاعد تتصاعد وارباح للتاجر فهذه مصيبة من المصائب يعني فالجالس راتب المتقاعد الراتب جالس يتآكل وما لا زيادة ولا شيء ثابت فهذا من التحديات الحقيقة الكبيرة ذلك الضام التقاعد لا يرعي غلاء المعيشة وما لا علاقة بي شيء يعني جالس يعامل الناس كأنها محفظة كأنها محفظة يعني الإنسان أودع وديعة ومحفظة في بنك فيستثمرونه له فبيعطونه 5% إذا ربح ربح ما ربح أنت طيب هذا متقاعد هذي فلوس أصرا ففيش كان طبعا من الإشكالات الكبيرة أن التعامل ما فيه إنسانية ولا فيه أمر أي أمر يعني حقوقي والناس يعني مثل العسكر على سبيل المثال الآن العسكر العسكر الجندي البسيط لا بد يقاعد على رقيب أو 52 سنة إذا صار عمر 52 قوعد طيب الآن إذا هو من جندي عمر 52 ما بيتم الستين ولا بيتم الأربعين سنة اللي هم يعني مطلوبة سيقاعد ويأخذ جزء من الراتب الآن الحيلة الكبيرة يقول لك والله حنا الراتب التقاعد نحسبه بس على الراتب الأساسي طيب والبدل يقول لك لا هذا اسمه بدل فشوف الحيلة كيف وكيف نهبت الناس والناس شاكت يحتجوا هذا راتبك من يوم دخلت الوظيفة وهو مرافق للراتب الأساسي عادة نحطينا بالسطر التالي السطر التالي بس فهذا راتبك من حجك أصلا كيف يضحكون عليك فهذه المصدر طبعا كثير من الدول ما عندها الحيل ولا لاعب هذه هذا راتبك بالمجمل تعظف عليه يعني نشاهد أنه فيه فئات كثيرة تضرح المجتمع وفيه حيل تقوم فيها الدولة بشكل منظم يعني الدولة وكانها الطرف يعني تعامل معك بشكل يعني تجاري يعني يحاولون ينهبونك يضيعون عليك ساعات عامة يضيعون عليك جزء من عمرك يضيعون عليك مثلا أي فرصة ينهبونك فيها يعني هذا هدفهم ومن ضمن الأهداف من ضمن طبعا الحيل الكبيرة اللي هي التواريخ يوظفونك بالتاريخ الهجري ويعطونك الراتب بالتاريخ الميلادي فعمليا أنت إذا اشتغلت عندهم مثلا يعني ثلاث سنوات يضيع عليك شهر فأحسب يعني كل كل عشر سنوات يبي يضيع عليك ثلاث سنوات كل تسع سنوات المهم في الأخير أعتقد عشرين سنة يعني إذا خدمت خمسين سنة أو صار عمرك خمسين سنة وانت جندي بتروع عليك سنتين ما يعطونك حق يعني مستحق سنتين والسبب لعبة الهجري والميلادي طبعا هذي سواه في فترة من فترة يبدون صحوا هذا الأمر قبل سنة أو سنتين لكن أخذ بالمتقاعدين لهم سنوات ففي يعني تحس أن هذه الدولة أو هذه المؤسسة خصم حقيقي للمتقاعدين طبعا المتقاعدين مليون جزء منهم عند القدرة على التنظيم بالذات العسكريين عسكري عندهم ببار اللي أكبر من رتبة يسمع له ويطيع وفي توزيع ما هم موظفين مدنيين فهؤلاء ترى أخضر للقيام باحتجاجات التظاهرات وعندهم ترى حتى الأمن الشخصي وكثير من المعلومات الأمنية بحث معها هم زملائهم اللي يقمعون الناس هم أسرعا فترة من فترات كانوا يقمعون من يطالبون بحقوقهم فهؤلاء بالمناسبة ترى هي قوة كامنة ممكن بأي لحظة من لحظات إذا شعروا أنه أهيلوا كناس يخدمون الدولة طول هذه السنوات ثم ما يعطون ما يعطون يعني حقوقهم لذلك فضية تجفيف المنابع ممكن بأي لحظة من لحظات طبعا كثيرا الناس عليها طقي شوية نقاط لكن إذا كان إذا أبو ياسر عنده شيء أو ناخذ قسات أو ناخذ يعني المداخلات ممكن جيد فضل أبو ياسر عندك شيء أبو ياسر شكله موجود وبس كلامك على محمد سيد محمد يوم تكلمت على موضوع المتقاعدين كامل هو المشكلة حاليا يعني أنت حط لنفسك مكان المتقاعد أنا جالس أصرف مثلا رات في مثلا 3000 ما يكفيني في السعودية يعني حتى أسبوعين تقريبا إذا عندك أبناء طبعا هذا نتكلم أنه ما عندك أجار ولا عندك شيء بس فواتير وأبناء ما تكفيك 3000 أو 4000 أو 5000 حتى يوم تتكلم منهم ليش يطلعون بره أنتفكر فيها أستاذ مثلا نفط الجورجي مثلا المصاريف عندي أقل حلو لما أشتري بيت مثلا راح البيت ما يكمل 50 ألف دولار تقريبا وفي نفس الوقت أقدر أخذ إقامة دائمة مدة ثاس سنوات أو سبع سنوات فيها سنة و سنتين تأخذ ترافل دوكيمونت فعندما يجيك تسافة زي الجواز بعدها ثمن سنة و سنين وتأخذ جواز ويصرف تقريبا بنفس المبلغ هذا بيعيش حياة أفضل بكثير نوعية الحياة اللي بيعيشها أفضل من اللي يكون في السعودية فما عنده شيء يربطه في المملكة صحي يعني له لا لعده صالح للعمل عشان تقول مثلا يمكن يشتغل في السعودية وخضرة ووجه حسن هناك ويمكن تزوج لجورجية ويرتاح هذا وجه النظري نتقاعد أنه أفضل لا أصلا نطلع براء السعودية وترى عمليا عمليا ترى في بعض المساكين بعد ما سكوا براء فعلا تزوج بدون يعني ياخد تصريح فلا شاءت عن هذه الزيجات الآن في أولاد معلقين المساكين لا عنده لا أوراق الدولة دي ولا الدولة دي هذه المشكلة طبعا موجودة صحيح هذه المشكلة ما لها وجود أساسا إلا إلا أن الدولة هي اللي صنعتها يعني الآن أنا كم رجل بالغ أنت بأي حق تجي تقول لي أتزوج مين وما أتزوج مين ما أتزوج مين أساسا بالموضوع فهم اللي يسووا أكرامك سووا المشكلة من لا مشكلة لنشارك لدينا الدولة تتفنن في هذا الشي وهذا ترى من سبب الكساد والعنوسة الموجودة على بناتنا والسبب في إعادات اجتماعية سيئة لكن العطالة ومور معينة كثيرة خلت الواحد يقول أنا رح أتزوج من تترستان وبعض الدول الآن هذا السبب السياسة السياسة الاسسماعية الفاسدة يا رجل يوم تقول في أوروبا والشعب ضاير زوجك اختبار القرآن فقط هذا علمني واحد من الشباب هو مو سعودي عموما يعني خليه يجي قابلته كان يتكلم يقول رحت الدولة والله ناس يسمى هي من اللي فيها ستان هذول بس ما أدري أي واحدة يقول لما رحت هل أني بتزوج كده قالوا ما أنا أبغى مهر قلت اشتبهن قالوا إمام المسجد بس عنده اختبار بسيط لك إذا عطانا لو كي توكل عاوه يقول رحت لو جالس يطلب مني أسمع بعض الصور في القرآن هو اللي مختار يعني ما كان عندي علم فيها نعم يقول للصورة اليولة مشيت الصورة الثانية شوية اللي وقفت ما عاد قدرت أكمل فضار خرب عليه الزواج ماشي فشلنا فالمقصد المتقاعدين يوم تتكلم أن أفضل لهم ييشون برا السعودية لأن في السعودية لا هو ما أخذ حقه ولا هو بعايش عيشة كريمة والمطالبات يطالب يعني أستاذ محمد أن تقول يطلبون يطلبون من بالضبط يعني في الأخير يرطبون أنفسهم ويقنوا ولا بدي يعني يتفقون يا هم مظلومين يا هم ظلمة ما يشير كده معلقين يجيسون يشتكون وفي الأخير يعني يقول لك بالله قضاء وقدر أن رواتبنا كده لا مو صحيح لازم تحصل حقك كيف كنت أخذ تعيو يعني ونت على رأس العمل يعني يعطونك بدلات ثم يعطونك الراتب ثم إذا جيت تتقاعد يقول الله هذا الأساس وهذا مؤساس ليش الفكرة المنطق غريب يعني هذا الأمر فلأن لو أعطاك الأساس ونت على رأس العمل بدون بدلات ما تحبل بالوظيفة أنت أصلا ما هي مو راتب يشير ففي حية طبعا كثيرة لكن في قضية ترى العنوسة خطورتها لا تقل عن البطالة إذا العنوسة تستهدف إذا البطالة تستهدف الشباب إضاعة وقاتلهم كذلك العنوسة خطيرة على الفتيات خطيرة خطيرة كلها خطب المشمع كلامك أنا متهمة بسرحين سؤال بس بسيط عشان أنا أفهم وعشان الشباب يفهمون الآن نحن نعرف أن الدولة تأخذ 9% للتأمينات الاجتماعية حلو كيف الآلية في التأمينات الاجتماعية يعني هو بيأخذ مني 9% لمدة 40 سنة اللي أنت بتشتغل فيها صحيح وبعدين بيتكراتي بتقاعدي الآن هذا اللي يأخذه على مرة 40 سنة طبعا قيمته تنزل لنفيه تضخم يعني المبلغ اللي ما أخذه بينزل يعني بيكون أصغر بعد 40 سنة ما راح يكون نفس المبلغ فكيف آلياتهم يعني هل هم يستثمرون عندهم استثمارات هل هم يتصرفون تصرف حكيم في هذه الفلوس عشان يقدرون يوفون الناس ولا كيف الخطة هو التضخم وتأكله ريال مسؤولية الدولة طبعا مو مسؤولية مؤسسة التقاعد لكن مؤسسة التقاعد المفترض يكون عندها صناديق الدخارية أو أوعية استثمارية تستثمر مثل صندوق الاستثمارات لا صندوق الاستثمارات مع وجود كلها الخبراء وخاسر بسبب طبعا سبب خسائر الاستثمارات السعودية أنهم عندهم أموال لكن ما عندهم مصانع في الداخل ما فيه يعني لذلك صندوق الاستثمارات شغل بالسوق الأسم الأمريكية وبينما أنت لو تروح للصندوق النرويجي مثلا تجد عنده أجهزة رقابية من البرلمان تجد الصندوق الاستثمار النرويجي اليوم تدخل على الموقع على الانترنت يعطيك كل دقيقة الأرباح والخسائر التقديرية يعني عندهم شفافية تفتح وتروح تشوف فين مصانعهم عندهم مصانع خاصة فيهم عندهم مزارع أبقار وحليب عندهم غابات خشية هم أنفسهم عندهم هذه المنشآت وعندهم كذلك استثمارات في شركات شارين حقول نقض في أفريقيا عندهم مناجم ذهب في آسيا وحنا وش عنده الصندوق الاستثمارات مثلا صندوق الاستثمارات شغال شركات رعاية 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 استغلون فادي بو هذا صندوق الاستثمارات اللي في الخبراء طيب الآن نرجع على صندوق المؤسسة الدقاعد وش عندها أغلب استثماراتها قائمة على صناعة أزمات داخل البلد يروحون نشترون أراضي من أمرا ويحتكرها وخليها لين نتبع سعرها طيب الضحية الجمهوري الضحية الشعب فعندهم استثمارات غبية وماحد يراقبهم ويعني نسبة الأرباع عندهم تصل أحيانا ثلاثة في المئة يقولون ما تدري عده صحيح ولا مصحيح بينما الضمار الاجتماعي نسبة الأرباع عندها سبعة في المئة فمؤسستين في الدولة وواحدة يشد تفاوت هذا فشاهدوا أنه الدولة تخلت عن منسوليات حتى في معالجة التضخم خلينا نبعد بعيدة عن استثمارات لا الآن الراتب جاء اليوم وعطوا راتب التقاعدي عطوا عشرة آلاف على افتراض هذا قبل عشر سنوات الآن بعد عشر سنوات ما صار صار عندك ضريبة صار عندك ثفعة الأسعار الوقود ارتفع يعني أربعين في المئة تغير الآن في قيمة العشرة آلاف ريال عمليا أنت اليوم جالس تستلم ستة آلاف وشنا نبا ياقب يعني الإنسان المتقاعد اللي ما عنده وظيفة ثانية لأن حسب الدراسة هنا يقول لك ثمانين في المئة من المتقاعدين موردهم الوحيد ومصدر رزقهم الوحيدة أو المعيشة الوحيدة فقط راتب الضمان يعني ما عنده مؤسسة ما عنده شركة قليل يعني عشرين في المئة عنده مورد آخر ربما يكون عنده بيتين أو عنده شقة أو مورد يعني إضافي فهذه مشكلة كبيرة طبعا يواجهها الناس لكن المشكلة ترى ما تقفونها الآن تقريبا بعسب الإحصاء عندك أكثر من مليون عاطل قليل منهم يعطى مستحق ويؤهل حتى يعني يجد وظيفة عندنا مليون ومئة ألف تقريبا أكثر من مليون من مستفيد الضمان الاجتماعي ما بين احتياجات خاصة ورامل وأيتام وجاسين ذول مساكل العشور على أربعة ألاف ريال وعدد الأيتام والأرامل مئتين وعشرين ألف رقم فلكي أو رقم يعني كبير ثم عندنا متقاعدين أكثر من مليون عمليا عندك ثلاثة مليون على خط الفقر بل في ناس تحت خط الفقر فهذه من الأمور الخطيرة جدة في المجتمع ليه مع الفقر والإفقار والفشل في سياسات الدولة ينشأ ضعف الولاء يقولك الآن من أسباب انهيار الدول ضعف الولاء وتفكك اللحمة الوطنية إذا شعروا الناس أنهم مظلومين إذا شعروا أنهم يسكن في العزيزية الشرقية والعزيزية الغربية فيه فرق وتفاوت بحيث على الخط اللي على يمين الطريق حي فقراء وقديم العزيزية الجديدة هذه حي أمراء وتجار وبيوت كبيرة هذا التفاوت الطبقي والتفاوت طبعا في القرب والبعد من الدولة ينشأ قضية لتفكك الدولة عندما خلاص الولاء نستفقد الثقة في هذه الدولة وتبدأ تنقم وتورث النقمة لأبنائها لأن الأبن يعيش محروم الولد يريد يشتري جوال أو عاي فون شيء يشتري إلى نوكيا مثلا فيه فرق كبير يعني فالأب يصير عاجز عن الإفعاب الالتزامات نحو الأبناء والأطفال والأبناء ما يفكرون أن الأبناء من أين يجي خلاص أنت أبو أنت سوبرمان أنت البطل ما يقول والله أبوي فقير أو دخل بسيط أو لا السبب من الأسباب خلاص فمن هنا يبدأ التذمر وتبدأ الأسرة يتفكت طبعا الولاء عندما يشعر الناس بالظلم لذلك أحد الباحثين حذر بالقضية استمرار مأساة المتقاعدين لأنه هذا العمر سيورث المتقاعدة أو الرجل الحكيم أو الرجل الكبير سيورث هذه المأساة لأبنائه ومن ضمن هذه المأساة قضية الزهد في السمع والطاعد وللولاة العمر هذا واضح أنه طبعا يعني رجل أمني ويقول لك طبعا حتى حب الوطن يعني الإنسان عايش إلى أن وصل سن التقاعد وما عنده بيت عليش حب الوطن كذا يذكر يعني لها الرجل فيقول لا إحنا لازم نعالج مشاكلهم نعطيهم بيوت ونعطيهم راتب زينة حتى لا تبقد الدولة إلى أن السعود يعني كل هذا نصيح إلى أن السعود أن تبقوا لأنفسكم وكلامه صحيح لكن الأصح أن أعطوا الناس يا أخي حقوقها لا تعطوا صدقات أنتوا جايسين تصنعون الفخر يعني الآن الأرامل أو الأيتام متى يمتلكون بيت يا أخي ما هم في وارد العمل والكسب حتى يشترون بيت لابد هؤلاء يعطون مباشرة البلديات يكون ضمن اقتصاصها بناء مساكن لهذه الفئات الضعيفة ما بيشتغلون ما ممكن يكسبون أصلا